بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين صدمتني الصور التي أرسلها لعدد من الإخوة في شمال سوريا والتي فيها إساءة واضحة إلى مقام سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتر عليه أحد من المنتسبين إلى الإسلام في تاريخه الطويل لست من أهل المتاجرات السياسية بالمواقف فريق يشجب وفريق يدافع لست من هذا ولست ممن ينتهز هذه الفرصة لتسجيل موقف لا وما كنت لأتكلم لولا أن الإلحاح جاء إلي بالأمس عدة رسائل كنت في المحاضرات أغلقت الجهاز جاءت فتحت الجهاز فوجدت شريدة من الاتصالات يطلبون بيان موقفي ويؤيدون ذلك بالصور فيها للمدارس الابتدائية حديث عن سيرة سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبجانبه الصور زواجه عليه الصلاة والسلام وبجانبه صورة عروسين رجل وامرأة والمرأة هكذا على الطراز الحديث تكشف شعرها ويحتضنها بيده وأمامها سيدنا محمد وخديجة عليه الصلاة والسلام وعلى أمنا المزيد من الإنعام والإكرام لكن الذي شفى نفسي وأراحني ذلك الشعور الإيماني العميق في إخواينا في شمال سوريا في تلك المناطق المباركة وأنهم رفضوا هذا الكلام بالإجماع فالإسلام لا يزال حيا وحب النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال وقادا في نفوسهم رضي الله عنهم وأرضاهم بل رأيت الصور لهذه المناهج وهي تجمع وتحرق وهذا هو جزاء من فعل ذلك بيان يشجب في سوريا في المؤسسة في هذا المجلس الفقه الجديد ويحمل تركيا كذا وكذا تركيا ما علاقتها بهذا أنا لا أدافع عن تركيا ولست محامل عن تركيا الذين فعلوا هذا أناس من أبناء جلدتنا ينتسبون للإسلام يا جماعة إلى من يسمعني الفرق الآن بين المسلمين الحقيقيين وبين غير المسلمين هو موضوع المقدس والتقديس عندنا التقديس أساس في ديننا هذا الذي يفرق المسلمين عن غيرهم اليهود يعتقدون النقص في ربهم وفي إلههم فهم مجسمة النصارى يعتقدون التثليف والحلول وكل أنواع البلاء السوداء فليس عندهم تقديس اليهود والنصارى يهزون بأنبيائهم في الكاريكاتير ونحوه واليهود قتلوا أنبيائهم كما أخبر القرآن وكما هو متواتر بل هو مذكور في التوراة وفي غيرها تعظيم الله تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقدسات الدينية حتى ألف إمام عظيم من أئمتنا ألا وهو الرازي رحمه الله أساس التقديس ومن غرائب الأمور والعجائب أن بعض الأصناف التي كانت وراء هذه القصة والشيء بالشيء يذكر أعادني إلى الوراء قليلا حينما كنت أدرس في جامعة دمشق للدراسات العليا وأدرس قواعد التفسير وقواين التفسير ومناهج المفسرين هذه في تفسير عقلي وفي تفسير بالرأي وفي بالأثر إلى آخره فوصلنا إلى التفسير العقلي أو بالرأي وقاون التأويل ما هي المراجع التي بينا يدينا أبرز مثال هو أساس التقديس وهو كتاب مهم لإمام عظيم ألا وهو فخر رازي المهم جعلته ضمن المراجع هناك من حرك هذه القصة ممن يؤذيه هذا يؤذيه التقديس لله ورسوله عليه الصلاة والسلام فجاءتني مساءلة قانونية ودعيت وقتها أنا ذاك إلى جهة مسؤولة في الجامعة وقال لي أنت تخرج عن المنهاج والمقرر فكيف تقرر أساس التقديس فقلت للشخص وكان متفهما هذا اختصاصي عندنا شيء اسم التفسير العقلي والتفسير بالرأي وهذا يعتمد على قواعد هذا أساس هو كتاب أساس التقديس فحلت القضية وأن لا أبالي بأحد في هذا الباب أبدا بفضل الله سبحانه راعني كلام بعضهم يقول لا نتكلم عن حكمها الشرعي لان وبغض النظر عن حكمها الشرعي كأنها قضية يعني حكمها فيها خلاف فيها قد ورد إنما ما دام الناس رفضوا هذا الشيء واستنكروه فهذا سنتوقف عنها لا يا أخي القضايا الدينية ليست مأخوذة على الطريقة الديمقراطية ولا يخذ فيها رأي الأكثرية ولو كان فيها حكم الله سبحانه وتعالى وخرجت هذه الجماهير في الشوارع تطالب بعدمه لو وجب تطبيق حكم الله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اللذان يحاربان التقديس عند المسلمين صنفان لا ثالث لهما الأول الصنف الحداثي العلماني لأن العلمانية تناف القداسة والتقديس العلمانية كل شيء له ثمن المقدس دسبي والفريق الثاني وهو أحمق الفريق الوهابي فهو يحارب التقديس يتحدثون عن الله كما يتحدثون عن أي مخلوق ولكن يقول لا يشبهنا ليس مثلنا يعني أما التجسين فلا يوجد مشكلة عندهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماتوا ما عند ينفع الأولياء يهزؤون ويسخرون بهم يلتق الفريقان الحداثي العلماني مع الوهابي بإنكار التقديس وأنا أعلم جيدا أن الفريقين لهم جذور في كتابة هذه الكتب لا يكفي السحب هذه الكتب ينبغي المنع من معاودة لا ندري ماذا يوجد في باقي المناهج هل هو يوافق دين الإسلام هل يوافق معتقد أهل السنة والجماعة الأشعرية الذين يمثلون أكثر من 90% من أهل سوريا هل يوافقهم هذا أم هناك مناهج مستوردة هذه قضية ينبغي أن لا يسكت عنها وكذلك الأخوة الذين هناك حقيقة حية متواصلة عطرة لكل من ثار ضد هذه المشكلة وأنا لا أتكلم إلا من منطلق ديني وجماعة دمشق الذين يتكلمون ويشجبون ويحاول يعني هكذا عندنا في العامية مثل يقول كل شخص عدوه بين عينيه يحملون تركيا تركيا لا علاقة لها بالموضوع هذا كما يقال في المثل دود الخل من هو فيه من الداخل السوري هناك أناس ينتسبون إلى أفكار شتى والتقديس والتعظيم لسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس جزءا من مكورات عقليتهم هنا المشكلة من الذي أداح لهؤلاء العبث بمناهج المسلمين أنا ليس في ذهني الشخص بعينه هذا الرجل هو وحده هو الذي فعل لا ليس عندي هذا ولكن هذا الأمر ينبغي أن يحسم كنت أعرف بعض الفضلاء له بعض إشراف على بعض هذه المناهج وعنده حذر شديد وهو أخفاضل هو من جماعة المعارضة لكن لا أدري هو الذي أرسل لي أمس هذه السور وهو مستنكر هذا كيف؟ ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ يعني من الذي يعبث بهذا؟ علمانية بشماغ أحمر وأخرى بردة عنق وكلاهما له لحية لا نريد هذا ولا هذا نريد الإسلام الصحيح الذي عليه السوريون مذ جاءهم الفتح الإسلامي السوريون مدارسهم بنيت في عصر الدولة النورية والصلاحية على طريقة أهل السنة والجماعة تاريخ السوريين كله لأهل السنة والجماعة ليس للوهابية والحداثيين ولا لمن يطوع الدين من أجل المصالح السياسية لا لهؤلاء ولا لهؤلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والعصمة والشكر لإخوائنا السوريين الذين انتفضوا ضد هذه الظاهرة السلبية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اشتركوا في القناة